السلام عليكم تلاميذ الصف السادس شونكم ان شاء الله تكونون بخير اليوم سنكمل مراجعة المادة الداخلة في امتحان نصف السنة ادنا وصلنا موضوع عمليات على الكسور الاتيادية ادنا اولا جمع وطرح الكسور الاتيادية قلنا عند جمع او طرح الكسور الاتيادية سندحق اول شي على المقامات اذا كانت المقامات متساوية ومتشابهة فقط سنجمع او نطرح البست فقط حسب العملية اللي ادنا بالسؤال اما اذا كانت عندنا اعداد كسرية اعداد كسرية قلنا نجمع او نطرح البست ثم نجمع او نطرح العدد الصحيح كل واحد على حدة مثلا هون عندنا المقامات متساوية ومتشابهة احنا نجي نجمع البست فقط واحد زائدا سبعة ثمانية نجمع العدد الصحيح اربعة زائدا ثلاثة سبعة ثم نجي على عمليات الطرح نجي نقلنا هوني اربعة خمسة على الصحيح واربعة على خمسة احنا نجي نطرح البست ثمانية ناقصا اربعة اربعة سبعة ناقصا خمسة اثنان والمقام يبقى ثابتا ما يتغير واضح اما اذا كانت عندنا المقامات مختلفة المقامات مختلفة وغير متساوية يجب توحيد المقامات بايجاد المضاعف المشترك الاصغر باستخدام التحليل ثم نجري عملية جمع وطرح البست فقط مثلا ادنا هذا السؤال من تمارين اربعة واحد ادنا نلاحظ ادنا عملية جمع وطرح بنفس السؤال وعدنا اعدادا كسرية قلنا بالجمع والطرح رح تبقى الاعداد الكسرية نفس ما هي العدد الصحيح رح يبقى ونجمع ونطرح بنفس الطريقة فقط قلنا الخطوة الاولى رح ننتبه على المقامات ادنا المقامات مختلفة لازم نوحد المقامات باستعمال التحليل رح نحلل الستة والعشرة والخمسة نجي نحلل الامقامات بما ان الستة والعشرة زوجي يقبلون القسمة على اثنان رح نحلل على اثنان الستة كم اثنان بها ثلاثة العشرة كم اثنان بها خمسة الخمسة ما تقبل القسمة على اثنان تبقى نفس ما هي رح نحلل هسة على ثلاثة لان الثلاثة تقبل القسمة على ثلاثة اذا رح نحلل على ثلاثة الثلاثة كم ثلاثة بها واحد الخمسة ما تقبل القسمة على ثلاثة رح تبقى نفس ما هي آخر شيء سنحلل على خمسة بما أن العددين هذولي خمسة يقبلون القسمة على خمسة على خمسة الواحد يبقى نفس ما هو الخمسة كم خمسة بها واحد خمسة كم خمسة واحد آخر شيء وصلنا الواحد انتهينا من التحليل سنضرب هذه الأعداد الأولية 2 في 3 6 6 في 5 30 إذن الناتج 30 إذن المقامات كلها حدث سير 30 المضاعف المشترك الأسر هو 30 إذن راح نوحد المقامات على 30 والعدد الصحيح يبقى نفس ما هو والعملية تنزل جمع ثم الكسر الثاني أيضا 30 والكسر الثالث أيضا 30 والعداد الصحيح تبقى نفس ما هي نحن نجعل البسط قلنا نقسم تقسيم ثم ضرب واضح 30 كم خمسة بها 6 6 في 1 6 30 كم عشرة بها 3 3 في 3 9 30 كم 6 بها 5 5 في 5 25 واضح؟ هسا وحدنا المقامات هحن نجي نجمع ونطرح هحن نبدأ بعملية الجمع لأنجت أولا ثم عملية الطرح هحن نجي نجمع هاي الكسرين اللي عندنا نكتب ويساوي المقام يبقى نفس ما هو 30 هحن نجمع البسط 6 زائدا 9 15 1 نجمع العداد الصحيحة 1 زائدا 2 3 هسا وصلنا عملية الطرح والكسر الثاني اللي هو 25 على 30 وعدنا 1 عدد الصحيح و25 على 30 هسا هحن نجي إلى عملية الطرح نلاحظ اشعدنا نلاحظ أنه 15 ناقص 25 ما يساق نقلنا إذا 15 هذا العدد أقل من العدد الثاني ما هنطق نطرح اش نعمل ناخذ واحد من العدد الصحيح اش راح يصير الثلاثة احصير اثنان ونزيد البسط أم قد المقام يعني اش نقلنا 15 زائد 30 نجمع زائد 30 أم قد المقام نزيد البسط أم قد المقام 15 زائد 30 على 30 المقام يبقى نفس ما هو ناقصا الكسر الثاني يبقى نفس ما هو ويساوي هحن نجي نكتب الكسر الجديد 15 زائد 30 45 على 30 والاثنان على الصحيح تبقى نفس ما هي والكسر الثاني يبقى نفس ما هو ويساوي هسا هحن نجي نطرح 45 ناقصا 25 20 المقام يبقى نفس ما هو واثنان ناقصا واحد واحد واضح؟ إذن الناتج هو واحد على الصحيح وعشرون على ثلاثون قلناه فقط رح نوحد المقامات باستخدام التحليل المقامات صغت على ثلاثون المضاعف المشترك الأصغر هو ثلاثون ثم نجمع ونطرح بالطريقة الاعتيادية نجمع البسط ونجمع الأعداد الصحيحة واضح؟ تراجعون هالي المواضيع مع مراجعة تمارين أربعة واحد والتركيز على الأسئلة الوزارية المهمة لأشرناها داخل الصف ترجمة نانسي قنقر